بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أسعد وأشرف بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله نتحدث في هذه الجلسة عن تشخيص ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وكيف القيام خطوات التشخيص لهؤلاء الأطفال والأفراد ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه نبدأ على بركة الله تتم عملية التشخيص والتقييم من قبل مختص مؤهل وعلى خبرة ودراية بمختلف أنواع الاضطرابات ويكون التشخيص بجمع معلومات عن تاريخ تطور نمو الطفل وسلوكياته في المراحل العمرية المختلفة ويتم جمع المعلومات بوسائل مختلفة مقابلة أكلينيكية مع الأهل مقاييس خاصة بالاضطراب ومقاييس أخرى إذن التشخيص يجب أن يقوم به شخص مؤهل وعلى خبرة وعلى دراية بهذه الأعراب وهذه الاضطرابات التي تحدث لهذا الطفل حتى في مراحل التطورية لهذا الطفل سلوكياته في مراحل العمر المختلفة يقوم بقياسها وعمل اختبارات عليها من خلال ملاحظة مباشرة من خلال سؤال الأهل كذلك هذه هي أولى الخطوات التي ستكون لدينا بعملية التشخيص مع جمع معلومات عن سلوكيات الطفل في بيئات مختلفة إن أمكن بيئة المنزل، المدرسة، الأصدقاء، الأقارب، المجتمع كما يتم أيضا جمع المعلومات من السجلات الطبية والمدرسية إذن مهم جمع هذه السلوكيات في أكثر من مكان دائما نحن في تشخيص هؤلاء الأطفال الذين أديهم فرط حركة واتشاتوا انتباه يجب أن يتكرر السلوك في أكثر من مكان بمعنى أن تظهر هذه السلوكيات ليس فقط في المنزل أو فقط عندما يذهب للمدرسة أو فقط عندما يذهب إلى أقارب لا يجب أن تظهر هذه السلوكيات في أكثر من بيئة تظهر عندما يكون عدد الأقارب، تظهر في المنزل، تظهر في المدرسة كذلك ولكن ربما عملية التشخيص عندما تكون في البداية فإن البيئات ستكون أقل لديه في بيئة المنزل وبيئة الأقارب كذلك عندما يذهب إلى السوق العديد من المواقف الاجتماعية التي يكون فيها تظهر فيها هذه السلوكيات وليس فقط في موقف واحد فقط كما يمكن أن يتم مسبقا الفحص العصبي والطبي العام حتى نتأكد من عدم وجود سبب عضوي للأعراض حيث يتأكد الطبيب والأخصائي من عدم وجود أمراض أو اضطرابات أخرى مشابهة في أعراضها لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إذن هناك لدينا بعض الأعراض التي ربما قد تكون مشابهة لبعض الأعراض التي تكون لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه فإنه يجب علي أن نتأكد في البداية أن هذا الطفل بالفعل لديه فرط حركة وتشتت الانتباه من خلال هذه الفحوصات التي تجرى عليه عند التشخيص يجب مراعاة الآتي أن تتوافر في الأشخاص ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الأعراض الرئيسية وأن تكون مهيمنة على سلوكهم إذن الأعراض الرئيسية هي الموجودة في تعريف في ذكرنا اسم هذا الاضطراب هو فرط الحركة وتشتت الانتباه فرط الحركة وتشتت الانتباه الاندفاعية هي هذه الأعراض الرئيسية يجب أن تكون موجودة وتقاس من خلال عملية التشخيص لهؤلاء الأطفال ظهور تأثير سلبي للاضطراب على عدة نواحي من حياتك كالناحية التعليمية أو الاجتماعية أو العلاقات الأسرية بالتأكيد هذا التأثير السلبي سيظهر في العديد من المواقف الاجتماعية التي يتعرض لها هذا الطفل هو في المنزل بالتأكيد سيكون في بداية عمره من أصلا من البداية ربما من أول حتى وهو في بطن أمي ربما الأم تقول أنه يتحرك كثيرا من بداية هذا الطفل ويجب علينا دراسة هذه الحالة وتاريخ الطبي كامل سنشاهد أن هذه الحركة من البداية موجودة عند الولادة هو ربما حتى لا يبدأ بالحبي يعني يحبو قليلا ثم يبدأ بالمشي مباشرة سيصبح داخل المنزل فيه نشاط زائد هو مشتت مشتت الآخرين سيسبب العديد من المشاكل لدى الأسرة العديد من المشاكل المادية بالتأكيد سيقوم بكسر التلفزيون بالمطبخ سيقوم بإتلاف بعض أغراض المطبخ الموجودة توق شاريه أغراض ربما الجوال كمبيوتر توق شاريه جديد ربما هو يعني شاف الكمبيوتر قدامه جعل باله أنه يقوم برميه من النافذة سيقوم بهذا العمل دون إدراك للعواقب وهذه السلوكيات خارجة عن إرادته هو يقوم بهذه التصرفات لأنها خارجة عن إرادته هذه في المراحل الأولى ثم عندما يلتحق في المدرسة هذه أعراض لفرض حركة واندفاعية لهذا الطفل تظهر فيه أسر وربما تظهر فيه المنزل ولكن ربما عندما يلتحق في المدرسة عمره 6 سنوات 7 سنوات أو إذا يلتحق في الروضة في عمره كذلك 5 سنوات ربما يظهر ولدى الأسرة المشاكل الأخرى التي لديه هو لديه كذلك مشاكل فيه التركيز في الانتباه في الحفظ بسبب هذا التشتت الذي لدى هذا الطفل فيجب عليه دائما قياس ومتابعة هذه الحالة وتاريخها منذ ولادته وحتى وقت التشخيص سواء كذلك بعد التحاق بالمدرسة أم قبل أن يلتحق بالمدرسة ظهور ست أو أكثر من الأعراض الرئيسية للأضطراب قبل سن الثانية عشر على أن تستمر هذه الأعراض لمدة ستة أشهر على الأقل بدرجة لا تتفق مع مستوى النمو أن تكون الأعراض مهيمة على السلوك في بيئتين مختلفتين كالمنزل والمدرسة كما ذكرنا قبل قليل ومن المهم كذلك أن تكون الأعراض هذه تستمر لمدة ستة أشهر لا تكون عارضة ربما حدث له ردة فعل من سلوك معين موقف معين أنتج له هذا السلوك استمر معه فترة معينة ثم انقطع فهذا لا يصبح لديه اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه يجب أن يكون هذا السلوك يظهر بشكل دائم بشكل مستمر حتى أقوم بتشخيصه على أن لديه فرط حركة وتشتت انتباه إذن من المهم جدا أن تحدث الأعراض في مكانين مختلفين على الأقل المنزل العمل المدرسة أن تؤثر بشكل سلبي وكبير في جوانب متعددة من حياة المصاب اجتماعيا ومهنيا وتعليميا أن تستمر الأعراض لأكثر من ستة أشهر وأن لا يكون ظهورها نتيجة لحالة عاطفية أو مرضية أو عقلية إذن يجب أن تتوفر جميع هذه المعايير ليتم التشخيص حالة هذا الطفل لأن لديه هذا الإضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من المهم ملاحظة ما يأتي التأكد من أن ما عند الطالب هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه فعلا ليس من دور المعلم تشخيص الاضطراب ولكنه قد يتساءل عن بعض الأمور مثل هل تم فحص سمع ونظر الطفل تم تشخيص الطفل وعرضه على مختص ذي خبرة إذن من المهم جدا دائما الذي يقوم بهذه العملية وعملية التشخيص ليس المعلم هذا مهم جدا ليس هو الذي يقوم بصرف الأدوية ليس المعلم ولكن من المهم كذلك المعلم هو الذي يلاحظ الملاحظة مباشرة لحالة هذا الطفل لسلوك هذا الطفل فهو الذي يقوم بالتوجيه بالإحالة إحالة هذا الطفل للمرشد التواصل مع أولياء أمور هذا الطفل أن هذا الطفل لديه بعض هذه الأعراض هو لا يقوم بالتشخيص لا يقوم بالجزم لا يحدد أن هذا الطفل لديه فرض حركة وتشتت انتباه ولكنه عندها الملاحظة المباشرة الخبرة الكافية التي تبين لها أن هذا الطفل يختلف عن أقرانه العاديين داخل الصف فيجب متابعة هذا الطفل الكشف عليه للوقوف ومعرفة ما هي الحالة لدى هذا الطفل أعرف حدودك ليس من المخلج لطلب العون والمساعدة لا تجعل من الطالب حالة خاصة وإنما يجعل التعليمات والتوجيهات عامة للجميع لست مضطرة لانتظار تشخيص رسمي وإنما بإمكانك بالعمل بطرق تساعد أي طفل يعاني من مشاكل في التركيز وتشتت الانتباه إذن مهم جدا لا أجعل الطفل حالة خاصة داخل الصف جميع الطلبة داخل الصف ينتبهون أنني أقوم عند التعامل مع هذا الطفل هناك تعامل مميز هناك تعامل مختلف ليس مميز بمعنى أني أقوم بإعطائه مكافآتها لربما أنا أقوم أحيانا حتى بلوم وعتاب هذا الطفل ولكن بشكل متكرر بمعنى أن هناك فرق واضح أنني أقوم بتوجيه لوم بتوجيه ثناء كذلك على هذا الطفل مختلف عن بقية الأطفال الآخرين إذا كان واضح لا يجب علي أن أجعله يجب أن يكون أن أعمل على التعديل من غير أن يكون واضح للجميع أن هناك معاملة خاصة ومختلفة لهذا الطفل إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية هذه الجلسة شكرا لكم على طيب الاستماع والمشاهدة اشتشرفت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر ألقاكم في جلسات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته